ماهو سر تقدم الغرب علينا وماهو سر تأخرنا احنا الاجابة باختصار هي الاتحاد الاتحاد في الاتحاد قوة الجملة هذه الكلنا تعلمناها وحنا صغار لكن حتى واحد معرف معناها وما طبقها اجيوا شوفوا معايا قداش الغرب يعرف قيمة الاتحاد والتحالف وشوفوا شنوه عملوه زايد علينا نلقاوا الولايات المتحدة الامريكية المملكة المتحدة البريطانية الاتحاد الاوروبي الاتحاد السوفيتي الامام المتحدة الولايات المتحدة المكسيكية حلف الناتو الاتحاد اللاتيني الاتحاد الافريقي اتحاد دول امريكا الجنوبية اتحاد البيني لوك يعني لاحظتوا كيفاش كلمة اتحاد موجودة في كل بلاصة خطرهم عبيد يمنوا بالتواحد ويعرفوا انه في الاتحاد يقوة في الشيرة الاخرى تلقاوا 22 دولة عربية الكلهم متفرقين المغرب متعاركة مع الجزائر على قدمة ارض التوانسة والمصارى يكرهوا بعضهم حرب العراق والكويت عام 1990 حرب السعودية مع اليمن والحوثيين حرب سوريا ولبنان 1975 حرب سوريا والاردن وفلسطين 1970 حرب الايام الاربعة بين مصر وليبيا 1977 فلسطين حدث ولا حرج ولا واحد متلفت لها لا والمشكلة انه مش كان حروب بين بعضهم تلقى حروب حتى وسط البلاد نفسها المغرب تقسم في زوز ولا المغرب والجمهورية العربية الصحراوية ليبيا حرب قايمة فيها على السياسة السودان في حرب قدشنية وتقسم في زوز عام 2011 ولا فهم السودان وجنوب السودان اليمن مشات في جورة الحرب العراق تقسم شيعة وصنة سوريا حدث ولا حرج مشات مكل عام واشتر شعبها هج منها لبنان مشات بالفقر والمشاكل وقربت ولي حرب اهلية يعني 22 دولة عربية مفهمة بريسك حتى الدولة عايشة في خير و27 دولة في الاتحاد الأوروبي مفهمة حتى الدولة وضعها كما وضع العرب لكن هذا ما يمنعش انه مفهماش اتحادات عربية مثلا الاتحاد المغرب العربي وجميع الدول العربية خاطر كفكرة يمنو انه الاتحاد هو القوة لكن للأسف التطبيق يجيبوا ربي بالعكس ولينا معروفين انه اتفق العرب وان لا يتفقوا يا أمة انضحكت من جهلها الأمم في تونس عانا الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للطلبة والاتحاد التونسي للضمان الاجتماعي وفي الكورة عانا اتحاد تطوين واتحاد بن جردان والاتحاد الرياضي التونسي والاتحاد الرياضي المنستيري والاتحاد الرياضي الاقليبي والاتحاد الرياضي بسليانا وقصور السيف وصبيط وقصيبة المديوني وغيروا وغيروا أما الأسف فما حتى حاجة فرقة الشعب التونسي قد الكورة والجهويات واللهجات والطبقات الاجتماعية خنشوف الإسلام موافق فكرة الاتحاد ولا ربي يقول وعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ويقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم للبينات وأولئك لهم عذاب عظيم والرسول يقول يادو الله مع الجماعة ونلاحظوا أنه ربي يحب يعلمنا الاتحاد من خلال العبادات صلاة الجمعة مفروضة مرة في الجمعة ولازم تكون في جماعة نصوموا لكل نفس الشهر نصليوا الصلاوات في نفس الوقت الجامع بيدو الجامع اسمه جامع خطره يجمع ويتجمع فيه الناس وربي يشبه المؤمنين بالنمل والكفار بالعنكبوت خطر المجتمع النمل يعيش مع بعضه ويعاون بعضه أما العنكبوت ديما واحده تعيس لذلك الحل عندي كي نتقدمه ساهل برشة نتحده كما تحد الغرب نعمل قطاع واحد اسم الدول العربية المتحدة عملة واحدة باسبور واحد لغة واحدة اللي هي العربية ونتخلصه من اللهجات الكل دين واحد الإسلام ولا فيزا ولا حد شيء ونحيو الديوانة من الدول العربية وتتعهد كل الدول انها تنظم لأي حرب تتعرض لها دولة عربية أخرى ودفع لها وقت تتوي يعملنا العالم ألف حساب ويولي عنا قدر في العالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة